النجمة قاسر ياسين مامته إنسانة لطيفة جداً استضفناها مرة من المرات وقد إيه هي ستة حكاقة وروحها جميلة عرفنا إن هي عملت كتاب لما تقرأ الكتاب بأسلوب السيدة مونة الدغيدي بأسلوبها البسيط الرشيق خفيف الظل اللي بتحكي فيه عن حياتها عن تجربتها ما بتنظرش على حد وما بتحاولش إن هي تقدم فلسفة كونية هي بتحكي عن حياتها البسيطة والمحطات اللي عاشتها بطريقة قد إيه مرفتة وخفيفة يعني باختصار بتقول أم آسر لأنه وده لقبها الحقيقي ستة مؤسر اتولدت في بورسعيد وعشت في الأنطرة وزي ما بيقولوا ترعرعت في المحروسة وتحبيت في لندن ودرست في نيجيريا وحبيت في اسكندرية وعشت في السويس وبكده أبقى غطيت خط الكنال كله وتغربت في بلاد الأنطول واستقريت في أبو زبي وبعد اللفة دي كلها رسيت على بر المحروسة حكايات تبدو بسيطة إنها إنما في اعتقادنا لما قرينا الكتاب إنها بتلخص رحلة جزء كبير من الطبقة المتوسطة الطبقة المتوسطة اللي بتهتم بالتعليم اللي بتهتم بالقيم وفي نفس الوقت بتعيش صعوبات الحياة من غير ما تشكل حد الحياة فيها خير وفيها شر فيها أفراح وفيها أحزان فيها صحة وفيها مرض وفيها أحباب أهم حاجة في كتاب السيدة مونة الدغيدي هو طاقة المحبة اللي بتتكلم بيها على كل إنسان مر في حياتها مونة الدغيدي نوني وحكويها مونة الدغيدي مونة الدغيدي السيدة مونة الدغيدي نوني أهلا بيك يا مدام مونة أهلا بحبرتك جميلة مونة الدغيدي أهلا بحبرتك أنا نقل السيدة مونة ده معناها من أنت يعني بقول سيدة مونة الدغيدي سيدة عزة فهمي سرًا لما بتديت تكتبي على الفيسبوك حكاياتك الناس كلها كانت معجبة بالقصص الحلوة الخفيفة اللي أنت بتحكيها ولأ أخفيك سرًا أيضًا إن أنا أول ما قالوا لي مدام مونة مقالفة كتاب قلت بقى أم النجم إنما كمان قطعًا لأ أخفيك سرًا إن أنا لما بتديت أقرأ الكتاب بعشت معاه حكاياتك الحمد لله البسيطة الجميلة بس المعبرة عن قطاع كبير من الطبقة المتوسطة الحمد لله فأنا قلتلك بصراحة يعني من البداية للنهاية ألف مبروك اللي لا يبارك فيك يا رب مرسي